إيران تقحم نفسها في اليمن موضوع يترسخ كاهتمام مشترك على طاولة البحث بين واشنطن والرياض ويدفع باتجاه تدخل أمريكي محتمل على خلفية المواجهة العسكرية التي تخوضها الحكومة بإسناد قوي من التحالف العربي ضد عملاء طهران في اليمن ووفقاً لوكالة رويترز فإن الولايات المتحدة بقيادة ترامب تتفق مع دول الخليج على نحو متزايد في النظر إلى الصراع في اليمن باعتباره تدخلاً إيرانياً وأن مناقشات مفصلة تجري داخل إدارة ترامب ستتيح المزيد من المساعدة لدول التحالف ويمكن أن تشمل توسعة نطاق معلومات المخابرات يأتي ذلك في ظل ما يعتقده الكثير من المراقبين في الولايات المتحدة ودول الخليج بشأن دور إيران الواضح في ارتفاع مستوى مقاتل ميليشيا الحوثي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس الذي زر الرياضة مؤخراً صرح خلال تلك الزيارة بأنه أينما ترى اضطرابات في المنطقة تجد إيران إشارة لا تخلو من دلالة صريحة على تحول في الموقف الأمريكي إزاء الصراع الدائري في اليمن باعتباره أحد صور التورط الإيراني في ساحة عنف أخرى ورغم أن الوزير ماتس تحدث صراحة عن تأييده لحل سياسي للصراع في اليمن فإن مسؤولين أمريكيين عبروا عن اعتقادهم بأن الضغط العسكري الذي يمارسه التحالف بقيادة المنوك العربية السعودية يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض وفيما تستعد الحكومة الشرعية والتحالف لهجوم محتمل على ميناء الحديدة لم يستبعد هؤلاء المسؤولون وفقا ليرويترز أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة لم تحدد طبيعتها إذا مضت تحالف في تلك الخطوة رغم يقينهم بأن واشنطن لا تدرس شن ضربات على أهداف للحوتيين أو نشر قوات برية